السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو الثاني حول سماعات السوديو. هذا الفيديو سأعطيكم بعض الاقتراحات والنصائح حول السماعات التي لديها سمعة والتي يستعملها اغلب السوديوهات ومحترفي الصوت. في مجال هذا الصوت يعني اكثر السماعات التي اشاهدها في يعني في السوديوهات عند الاصدقاء السماعات الاحترافية. فالسماعات الرخيصة ذات الجودة البئيسة ابتعدوا منها ارجوكم فهي لا تصلح حتى الاستمتاع بالموسيقى فهي لا تصلح لها لانها تلون الصوت وتعطي انطباع يعني كاذب يعني لا تعطي الحقيقة في الصوت. هيا بنا لنتبضع. سوف نذهب الى سوق السماعات سوق غربية في السماعات فقط الجيدة. قمت بترتيب السماعات على حسب التمن. والجودة يعني من الارخص يعني اقل جودة يعني ليست اقل جودة يعني الجودة المقبولة. داش الجودة المقبولة بارخص ثمن. واذهبوا حول يعني الغالية والجودة الاحسن. اول سماعات يعني اقل ثمن يمكنكم ان تشتروا به سماعات يعني مقبولة جيدة. فهو الاي كي جي كي تو هندر فور دي ام كي تو. هذه الشركة الاي كي جي فهي معروفة في عالم السماعات. لديها سماعات جد رائعة تقريبا. جميع التي قامت باستارها حول السماعات فهي كانت جيدة. هذه اعتبر الفرجن الاكتر. الاكتر جودة. اه وهي سمي اوبن. يعني ليست اوبن وليست كلاست. اه لقد تكلمت حول في الفيديو السابق لمن المشاهد فلي يبحث عن الفيديو فهو اسمه كيف تشاري سماعات احترافية فيديو رقم واحد. اوكي كما قلت فلتلاحظوا المواصفات حول اهم المواصفات يعني اهم شيء هو سمي اوبن او اوبن او كلوز يعني سمي اوبن يمكنكم ان تعملوا به الميكسين وتعملوا بمونيتورين يعني يمكنكم تسجيل الفوكالز يعني ولكي لا يقوم بتسجيل الاسوات الخارجة من السماعات. السماعات لا تخرجوا الاسوات ويعني سمي اوبن تلعبوا الدورين معا. ديها. ويعني هذا حتى هو تكلمت عنه. فأنا لا يعني لا ارى هذا يعني لا اعطيه شيء مهم كبير. ففقط يجب ان يكون ان تحضروا الفريكنسي ريسبونس لا يكون اكبر من عشرين هيرت ولا يكون اصغر من عشرين الف هيرت. فحتي اذا كان اكبر فهذا ليس بمشكل فنحن كبشر يمكننا الاستماع ما بين عشرين هيرت وعشرين الف هيرت فقط. كما انه يمكنكم اخذ بعين الاعتبار فهي تكون بالاوم كل ما كانت اكبر كل ما كان اه كانت مقاومة جيدة ماذا يعني بمقاومة يعني مقاومة يعني والطاقة الكهربائية التي تكون اه ترسل السيجنل الاشارة فهي تنتج اه تجهيش خفيف فكلما كانت كبيرة كلما كان ذلك خفيف لهذا اه يمكن ان تأخذوا بعين الاعتبار ايضا. اه ليست بشيء يعني المهم كثيرا. يعني يمكنكم ان تأخذوا بعين الاعتبار. كانت هذه قراءة للخصائص. كما تلاحظون كان هذا اول اه نوع ارخصه يمكنكم اه رؤية الجمن في موقع او امازون كما يحلو لكم. نذهب الان الى تاني سماعات. هو الام دي ار سيفن دي فايف زيرو سيكس. سوني شركة سوني بالطبع. هذا الهاتفونس. فهو يعني مشهور جدا في الاستوديوهات يتواجده في اغلب الاستوديوهات القديمة والجديدة. يعني هو قديم. ولكن سمعته بقيت حتى الان جد رائعة. فقد اه سبق لي استعملته. فجودته يعني في رائعة. اه ضعيف قليلا في البيس. اه تمنه جد رائع بما يوفره. اه معه كيبل طويل. اه جد طويل كما تلاحظون. فهو رائع بثمن جد جيد. نذهب الى الثالث وهو الاس ار سكس دي اي. هذا سمي ايضا. مثله مثل الاي كي جي السابق ذكره على غرار اه سوني. فسوني فهو كلاوز باك. مواصفات هذا الهاتفونس كالاتي. كما تلاحظون ما بين عشرين و عشرين الف. هذا هو المهم. كما تلاحظون الريزيستنس في اضعف من سوني. نذهب الى شركة شهر. كما تلاحظون هذا الهاتفونس فهو كلاوز باك. يعني الاوبن باك. الاوبن باك يعني لا يوجد فيه كبيرة لهذا فالمايكروفون سيلتقطه تلك الاسوات لهذا لا ينصح بالاوبن باك. فاذا الشريطة كلاوز باك احسن لك. احسن. يعني يمكنك عمل الاثنين معا. الدورين معا. هذا يعتبر غالي قليلا على الاخرون ولكن جودته احسن من الاخرين بطبيعة الحال. نذهب الى الاسطارة HD 25 من شركة سنهايزر. شركة سنهايزر معروفة في عالم السماعات بطبيعة الحال. هذا فوجيد للديجيز. حيث ان ادن. او الرايت يمكنك ان تعملها. يعني يمكن ان تسحب هذه الاذن وتقوم بوضعها على فوق ادنك. بدون ان تسمع ذلك الصوت وتسمع بالأدن الاخرى. هذا جيد للديجيز. وجيد في الميكسين ويمكنك عمل بجميع الاشياء. تمنوا مرتفع للاخرين بطبيعة الحالة. والان مع اوديو تيكنيكا. اي تي اي 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 ام فيفديو اكس. هذه سماعات اه جد رائعة اه انا امتلكها. اه يتواجد معها تلاتة كيبلز. توجد في اللون الابيض والاسود. وايضا اللون القريب من البرتغالي مع اللون الاسود. في لونين. بصفتين عامة هذه السماعات جد رائعة. اذا توفرت لديك النقود فانصحك بهذه السماعات. والان مع الاي كي جي مرة اخرى. هذه السماعات فهي مريحة على الاخرى وايضا فهي اه سمي اوبن. وفيها مواصفات زائدة عن الاخرى. لاحظوا كم اصبحت اصبحت اكبر كما تلاحظون. فهذه السماعات جيدة جدا لعمل الميكسين والماستورين. فيجد رائعة. اه كثير من السوديوهات يعملون بها صراحة. سوف عندما تشاهدون تيتوريالز او فيديوهات حول السوديوهات الكبيرة ستجدون هذه السماعات فيها بطبيعة الحال. ان مع الوير ديناميك. دي تي اي تهندرد اي دي برو. هناك الدي تي سيفن هندرد سيفن دي برو. وهناك السيكس هندرد سيكس دي برو. ايضا. يعني سيتم مئة و ستون نسخة سيتم مئة و ستون و سبعمة و سبعون وتمانمئة و تمانون وتسعمائة و تسعون هذا التدرج في فهو يكون التدرج في التمن وتدرج في المواصفات وتدرج في وتدرج في هل هو سمي اوبن او كلاوز باك فالستمائة والسيتون فهي السبعمائة والسبعون فهي سمي اوبن وتمين وتمانين ايضا سمي اوبن والتسعمائة والتسعون فهي اوبن اوبن باك كما تلاحظون سمي اوبن لاحظوا الريزيسنس كم كبيرة كبيرة جدا التمن ايضا كبير جدا على بمقارنة مع الاخرين فان ندب الى البيتس سوديو يعني البيتس سوديو فهو مصمم للاستماع بالخارج يعني حتى الديزاين شكله جميل اه فقط الجماليات ارى جماليات هنا فهو وايرلس لمن للمهتمين بالوايرلس فالسماعات الرخيصة وايرلس فهي لا علاقة صراحة فهذه احسن سماعات وايرلس اه ربما هنا اه يقولون انه فأز بمرتين في سنة الفين وخمس وستاش باحسن بلوتوت وايرلس هاتفون كما تلاحظون اه جميل ولكن نحن كعرب سنقوم بتوسيخه لهذا وتمنه غالي جدا حتى انه هذا الهذا هذا البلاستيك ربما ضعيف لا اراه يعني قوي من خلال هالصور لا اريد ان احكم فوجدت مراجعات اه جيدة حول هذه السماعات حتى الجودة فهو يستعمل في السوديو فهو احترافي يعطيه صوت جيد البيس في جد خارق في بيس جد رائع كما تلاحظون الالوان المتواجدة لكم الاختيار اذا ما لديكم المال نأتي الان الى اي كي جي مرة اخرى هذا احسن هاتفون عند هذه الشركة فهو اوبن ايضا للميكسين والماسترين فهو جد رائع صراحة اجده كثيرا في في الفيديوهات والمراجعات ونأتي الى الفيمو دا كروس فيد ام وان هندرد يعني ديزاين جد رائع ولكن ما يعجبني في هذا الهاتفونس وهو متانته هذا هذا الهاتفونس يعني قوي قوي جدا كأنه جندي يعني متمرس في عالم الصوتيات قوي جدا اه رأيت اه فيديو اه شخص ما يعمل مراجعة لهذا الهاتفونس فقام بلويه ومحاولة كسره فق لم يتأثر بشيء صراحة قوي كما انه اذا ما عملتم اه كومنت لك من هذا الموقع فيمكنكم عمل هذه الماذا اسميها يعني هذه التي توجد هنا يمكنكم ان تعطوهم لوغو الخاص بكم ويقومون بطبعه ويضعونه ويرسلونه لك هذا مع السماعات يعني سماعات تملك فيها اللوغو الخاص بك هنا فهذا الهاتفونس يستعملوا اغلب الديجيز في العالم اغلب مشاهير الديجيز رأيتهم يستعملونه فهو مشهور جدا يعجوز الكلام يعني التعبير عنه والان نذهب الى الاكتر اعجابا والاكتر استعمالا في السلوات الاحترافية ويعجبني ايضا اذا ما كان لدي المال ساذهب جريا هذا السنهايزر هناك الهاتفونس نعم هناك نسخ اكبر من هذا الهاتفونس ولكن اعتقد انه احسن صراحة ما يوجد في عالم الصوتية عالم السماعات بيتمن يعني معقول هو ليس معقول لان انا لسنا باستطاعتين ان نشتري بهذا التمل ولكن صراحة يستحق يستحق واخر شيء فقط للمسحة فتشاهدوا اغلى سماعات في العالم تمنوا خمسين الف دولار لاحظوا الفرق بين هذا فهذا يعطي اقصى جودة يعني اقصى جودة يمكنكم عمل موسيقى خارقة بهذه السماعات فما ادراك ما ان يكون لديكم هذه السماعات خمسين الف دولار تخيلوا معي يعني من ماذا مصنوع هذا الهيدفونس لا اعلم لا اعرف شيئا صراحة يوجد في هذا البوكس يعني فيه ترانزيسترز هذه الترانزيسترز تقوم بتسخين الصوت او يعني تعطي يعني حرارة للصوت وربما تحاولوا ان تجعله حقيقي لا اعلم ماذا صراحة سوف ابحثوا في الامر وربما ساعطيكم موضوع اعملوا فيديو فيه واتكلم لكم عن هذه السماعات الخارقة واحدوا قولوا واو ودعوني اطفئوا هذا الفيديو اشتركوا في القناة